أعطي بيتي وهدوه في 2017 2017 قبل 2014 ووضعنا صعب يعني أنت عارف الدنيا مطر يعني هسا وبرد بس الهلال الأحمر جابنا خيمة ما بعرف لحد الآن إيش بصير يعني بدك تبني محلو يمكن كمان صعب هاله هسا يمكن يجي كمان يهدموا البيت تأثير نفسي كثير صار يعني صار عندي صداع شديد طبعا أنا ورجلي صاروا يوجعوني يعني يعني لما شفت الشوفي هاي زي هيك يعني ومرتي نفس الإشي يعني صابها صداع شديد وألم أنا اسمي أحمد مرعي عيد باني عودة من منطقة الجفتي باشت المزارة أنا بنيت البيت هذا من مدة ثلاثة سنين يعني طبعا البيت بدك تبني توقف بيت بده يأخذ معك وقت بدك تشتغل بتفاجأ في سبعة شهار الجيش واكفين هون والجرفات وبقولوا بدنا نهدم البيت تبعك طلب الغراد محهم عمال وباشر طلب الغراد وباشروا فهدم البيت طبعا إحنا قبل الاحتلال إحنا ما وجدين هون من قبل السبعة وستين يعني أنا أبوي سر له ثلاثة وخمسين سنة ساكن هون في المنطقة أول إنسان هو بسكن هون في المنطقة أولادي طبعا مش حابين يظلوا هون يعني بعد البيت ما الهدم مش حابين يظلوا ما بعرف بيحكوا بالروحة مطرح ثاني طبعا أولادي بيظلوا عندي بيكونوا أحسن بيكون بيدير بالي عليهم بدنا وقت هسا لما نرجع قوتنا ونستعيد حالنا بدنا وقت طويل يعني هسا ترجمة نانسي قنقر